الفيديو ده يعتبر كلز حقيقي لأي حد مخطط ان هو ييجي كندا خلال سنة 2024 هقولك فيه على شوية حاجات وتركات مهمة اوي لازم تعملها لو انت بجد عايز تسافر عشان كده واشن بنعمل الفيديو ده عملناه على اساس ان هو هيبقى مرجع لأي حد قرر ان هو ينقل حياته من بلده لكندا هو واصلته او هو الوحده يارد تركز اوي في الفيديو وتجيب ورق او قلم ولو عايز تحفظه عندك صدقني هيفيدك بعدين يا صباح الفل اهلا وسهلا بيك عزيز المتابع يارب تكون بخير لو حضرتك اول مرة تشرفنا يارد تلف لفة كده في القناة اكيد اكيد هتلاقي محتوى هيساعدك على الهجرة او على الاقل هيوصل لك معلومة كنت عرفها غلط او كانت متقالة بشكل غلط فبالتالي حضرتك ما تعملتش معها بالطريقة اللي كان المفروض تتعامل معها بيها وقبل ده كله ما تنساش تعملينا سابسكرايب وطبعا الكومنت بتاعك بيساعدنا ان احنا نعرف ايه اكتر حاجة بتدور عليها وطبعا طبعا اللايك بتاعك اكيد اكيد بيساعد الفيديو انه يوصل لأكبر عدد ممكن من اللي بيدوره على طرق تساعدهم على الهجرة وزي ما قلتلك في الانترو احنا النهاردة بجد بجد بنقدم حاجة هتبقى مرجع لاي حد بيفكر يهاجر لكندا خلال الفين اربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين نصلي على الحبيب ندعي لإخواتنا في غزة ما تنسوناش من دعائكم يلا بسرعة نجري نشوف هنقدم اين نهاردة مع بعض على الموقع الرسمي بسم الله الرحمن الرحيم في البداية وقبل ما نخش في الشرح ان شاء الله يا رب نتمنى تكون سنة سعيدة للجميع نتمنى الخير يعم على الارض والسلام يعم على الارض نتمنى ان شاء الله النصر لإخواننا في غزة وفلسطين نتمنى الصلح بين الأشقاء نتمنى ان شاء الله حل الأزمات والمشاكل بين كل الدول العربية ونتمنى الأوضاع كلها تتحل في دولنا العربية تتحل في السودان تتحل بين المغرب والجزائر تتحل في فلسطين الأمور تتحل في مصر وفي اليمن تتحل في كل الدول ان شاء الله يا رب نتمنى للجميع الدنيا تبقى كويسة نتمنى الخير لسوريا وللعراق والكل أهلنا في كل البلدان العربية خلونا نتكلم النهاردة زي ما قلنا ان شاء الله احنا هنتكلم عن مرجع طب المرجع ده احنا هنقدم فيه ايه بص يا باشا احنا في البداية هنتكلم عن الموقع الرسمي للهجرة ننسى بقى ننسى الشركات والاتاتشد او الاكستنشنز اللي بنخرج لها ونبدأ نتعامل معها انا عايزة اعرف الهجرة دي هبدأ فيها ازاي اول حاجة هخش على الموقع الرسمي اللي هو كندا.ca هبدأ اخش على اميجريشن او على الهجرة الى كندا هنزل على الخدمات والمعلومات الخدمات والمعلومات دي فيها كل انواع الهجرة هجرة الدخول السريع الاقاليم المرشحة برنامج الهجرة الاطلسي تأشيرة البدء مقدم الرعاية رعاية الاسرة العمال المهرة خلينا نقول ان اي دولة عايزة مهاجرين هتبدأ تحط شروط هي بالنسبة لك انت صعبة هي مش صعبة هي الشروط اللي هو محتاجها تعالك كده نشوف لو انت عندك شركة وعايز تعين فيها موظفين هتجيب اي حد والسلام اكيد هتحط شروط الحاجات اللي تساعدك ان شركتك تنجح نفس الموضوع بالزبط الدولة بتحط شروط عشان الدولة نفسها تنجح في الاول كانت الدولة بتحط يعني كانت الدولة مسهلة الشروط ديت عشان كانت تعدادها قليل النهاردة احنا وصلنا في كندا تعداد اربعين مليون نسمة ده عدد يعتبر لا بأس به مقاررة بقبل كده يعني كندا كانت سبع وعشرين مليون نسمة وصلت دلوقتي الاربعين مليون يعني في حوالي 13 مليون نسمة دخلوا كندا فبالتالي انا كدولة بدأت ادخل في مرحلة استقرار نسبي واستقرار غير دائم فانا اقدر دلوقتي اخطار بس هل انا هقفل لا مش هقفل لان انا الاستقرار عندي غير دائم تمام فاحنا النهاردة هنخش هنلاقي الحاجات دي اول ما هنخش هنلاقي الدخول السرعة اللي هي اكسبريس انتري وده برنامج كل الناس بتتكلم عنه لان ده اشهر برنامج بس مع ذلك البرنامج ده بيطلب نقاط والنقاط بتاعته كل ما ده بتبقى اصعب شوية فبيحتاج منك مستوى لغوي قوي جدا مستوى تعليمي قوي جدا بيحتاج منك مستوى مادي او ما هي مادية او غطاء مادي قوي جدا بيحتاج منك يعني تفاصيل كتيرة فالناس دايما بتروح للي بعده على طول اللي بعده على طول هو رعاية الاسرة العمال المهرة الاقاليم المرشحة مقدم الرعاية مؤخرا كل خبراء الهجرة وكل الناس المعتمدة كانت بتقول لك قدم على الاقاليم المرشحة انا الفترة اللي فاتي دي كنت بتوصل مع ناس كتير اوه من اصدقائنا اللي موجودين هنا في كندا وبقول لهم يا جماعة طب ايه من وجهة نظركم يعني انا لو عايز اجيب حد من اصحابي يقول لي رشح له المدن الشمالية طب انا ليه رشح له المدن الشمالية لان المدن الشمالية اللي عيش فيها تعتبر صعب عشان اتجول برد فبالتالي تعداد فيها لسه ليل ولسه عندهم مشكلة طيب انا النهاردة هتكلم معاك على اسهل برنامج بقى بعيد عن المدن الشمالية اللي هو الهجرة كمرشح اقليمي برنامج مخصص للعمال برنامج الترشيح الاقليمي بص بقى بيبقى مطلوب فيها ايه عادة ده بيبقى اسهل من اكسبريس انتري مطلوب ان حريك يكون عندك مهارات وتعليم وخبرة عملية للمساهمة في اقتصاد مقاطعة او اقليم معين اوكي يبقى احنا لازم نستهدف مقاطعة او اقليم معين تاني حاجة تكون عايز تعيش في المقاطعة او الاقليم ده يعني يكون انا اوريه من نيتي وانا داخل اني انا مش جاي اخذ الاقليم ده مجرد محطة عشان خاطر اخش كندا لأ انا عايز اعيش عندكم يعني مثلا انا بقدم على بريتش كلومبيا ما بقاش انا في دماغي ان انا عايز اعيش في كيبيك بقدم في البرتا ما يبقاش انا في دماغي ان انا عايز اخش عن طريق البرتا واعيش في نيوبرونزيك وهكذا فلازم اكون محدد المقاطعة ومستهدفها ومستهدف المدينة وابقا فاهم المقاطعة لان رايحة اوي اوكي تاني حاجة لازم اكون عايزة بقى مقيم دائم مش بس اقامة يعني حتى بعد ما اخد السنتين واقيم اكمل فبالتالي لازم لو عندي اولاد ابقى عارف خطط المدارس والجماعات ابقى عارف الشغل ابقى عارف التطور اذاكر المقاطعة ودي هتذاكره عن طريق الانترنت على فكرة عادي جدا انك تخش على ويكيبيديا او على اي موقع تقول له مثلا معلومات عن مقاطعة اكس اوكي طيب المقاطعة او الاقليم ده ليه طيارات بيستهدف الطيارات دي ايه يعني فيه مثلا طيار الطلاب مقاطعة لقيها بتطلب اكتر طلبة طيار رجال اعمال مقاطعة لقيها بتطلب ناس يفتحوا مشاريع ستارتاب مثلا او يفتحوا مشروعات كبيرة طيار العمالة المهرة طيار العمالة شبه المهرة بالترتيب من تحت الفوق ده الاسهل للأسق طيار العمالة شبه المهرة مش بيطلب منك عادة خبرات كبيرة طيار العمالة المهرة بيطلب منك خبراته برضو مش كبيرة اوي على فكرة بس العمالة شبه المهرة بيبقى اسهل شوي في نوعين من الدخول الدخول السريع والدخول غير السريع مش بتفرق اوي لو انت رايح عن طريق مقطع معينة سريع من غير سريع دايما احنا بنحب نقدم عن الدخول الغير سريع انا عايزة سافر طب انا هعمل ايه انا هخش مثلا على اختيار المقاطع دي هدوس هنا هتليني سايب لك اللينكات دي كلها في الموقع الرسمي هيديني المقاطعات كلها اللي ينفعيش فيها معده مقاطعتين نونافوت وكيبيك نونافوت وكيبيك سايبهم لوحدهم لان نونافوت دي مقاطعة تلج تلج كيبيك دي مقاطعة زحمة دي اشهر واكتر مقاطعة معروفة بعدها على طول طبعا هتلاقي بريتش كلومبيا هتلاقي بعديها في البرتا في مانيتوبا نيوبرونزي كونتاريو كل المقاطعات حلوة طبعا جزيرة الامير ادوارد برضو من مقاطعات حلوة جدا بس تعتبر غالية شوية يعني مقارنة بالمقاطعات التانية فاحنا مثلا لو هنتكلم هنخش مثلا نختار مقاطعة من المقاطعات دي ولياكن تعال نختار مع بعض يوكن ونقوله هنا او اكمل بدأ يدخلني الموقع الرسمي بتاع يوكن على طول شوفت احنا تحولنا في ثواني روحنا فين روحنا في الموقع الرسمي للمقاطعة يا جماعة اللي بقوله لكو ده بجد ما ينفعش تعدو كده اللي بقوله لكو ده يساعدكو عشان ما حدش نصب عليكم لاني السنة الجاية او الفترة الجاية الهبد والنصب هيبقى كتير قوي على الهجرة الكامرة لان الدنيا خلاص بقت مشي بتبقى اصعب فبالتالي كله عايز يهبد وكله عايز يرمي اي حاجة فاخدوا بالكو وبجد بجد بجد الكلام ده انا بقوله يعني ابتغاء مرضات الله والله يعني حاولوا تاخدوا الكلام ده يبقى بالنسبة لكم بليل المهم وداني للموقع الرسمي للمقاطعة هخش الموقع الرسمي للمقاطعة هابدأ طبعا حاول ترجم الموقع الرسمي للمقاطعة اول ما دخلت لقيت في طريقتين او طيرين الهجرة معروضين الترشيح في يوكون اللي هو عامل اللي هو عمالة مهرة وبرنامج ترشيح رجال الاعمال في يوكون برضو فالتنين يعتبروا برنامجين ترشيح وبيبدأ يقول لي ايه الشروط وايه الحاجات المطلوبة وايه الاهلية والحاجات المطلوبة في المواقع معظم المواقع او معظم المقاطعات الكندية اي مقاطعة بقى هنرجع تاني للموقع الرسمي بتاعنا اي مقاطعة بقى في المقاطعات دي اما بتبدأ تطرح برنامج دايما بتطرحه عن طريق الوظيفة انا عايز اجيبك اه بس انا ما ينفعش اجيبك وتعيش على عليا فلازم عشان تيجي تبقى انت جاهز للمجتمع اكتر حاجة هتخلي الحكومة بتاعة المقاطعة او الادارة بتاعة المقاطعة تتأكد ان حضرتك جاهز ان حضرتك تكون ماتشنج مع الوظائف فبالتالي لازم يكون في احتكاج بين حضرتك وبين اصحاب العمل تعالى نتكلم بالعقل انا من نهاردة ايه اكتر حاجة هتخليني يعني هتخلي المقاطعة تعديني لازم يحصل المنافسة بينك وبيني وبين محمد وبين علي وبين علياء وبين ايبة وبين دا وبين دا وبين دا عشان خاطر هما يستفادوا المنافسة اللي بينا هما بيستفادوا منها فبالتالي لازم حضرتك تقدم وتقدم كتير وما تيقسش وتأبريد السفي بتاعك انا في ناس كتيرة جدا بيخش وكتب وده كلام فاضي ده كذب لأ حضرتك اللي بتدور عليه هو اللي كدب حضرتك عايز اللي يجدب عليك ويقول لك لأ او بدون مش عارف ايه اه في حاجات بتبقى بدون عقد عمل بس بيبقى زي منتدى زي مؤتمر لان انت اريد اصلا بتخش المؤتمر ده تاخد عقد العمل منه انت مش بتدور على عقد عمل عن انت عشان انت بتقابل الناس اللي بتدي عقد عمل فهو مفيش حاجة اسمها لأ او نصبه وكتب لازم حضرتك تعمل الخطوات دي اعمل الصعب عشان ترتاح مفيش خالص على وجه الارض دي راحة من غير ما تعمل الصعب عشان تشتري عربية لازم تشتغل كتير وتحوش عشان تجيب العربية دي طيب عشان تشتري شقة كذلك عشان تتجوز كذلك عشان ترتاح لازم تتعب عشان جسمك يبقى كويس لازم تتمرن وتتعب كلها نفس القاعدة اتعب في الاول عشان ترتاح بعضين فانت هتحتاج ان انت تخش على مواقع التوظيف زي مثلا او جوب بانك اختار بقى المواقع اللي هي اي موقع من المواقع دي تقدر تخش عليه الضغر انا طبعا برشح دايما جوب بانك وقردي كنت شرحه قبل كده في فيديو المهم نهاية او اختصارا او احنا طلعنا بايه من الفيديو ده طلعنا من الفيديو ده ان كندا ليها برامج البرامج مش هتبقى سهلة قوي السنة الجاية هيبقى الاختيار حوالي 500 الف نسمة طول السنة من كل المقاطعات فبالتالي العدد ده يختاروه بحرص لان اللي بيقدم بقى كتير جدا تاني حاجة احسن حاجة تقدر تساعدك الترشيح الاقليمي او برنامج الترشيح الاقليمي تختار الاقليم الابعد عشان خاطر تبقى شروطها اسهل كلما الاقليم كان ابعد كلما الشروطه كانت اسهل اختار الاقليم اللي انت عايز ولو فيه اي سؤال حضرتك اكتبهونا على طول في الكومنت على الفيديو وان شاء الله هنجاوب حضرتكم ان شاء الله قريبا هيبقى فيه لايف هنقدم فيه على برنامج نيو برونزيك الفيديو القبل الاخير اللي نزلناه فبالتوفيق للجميع ركزوا معنا بقى في اللايف وان شاء الله هنقول على مصابقة اللايف قريب جدا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته